بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام وعلى رسول الله. هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن اللست وهي الكوائم بجميع انواعها. اول نوع من انواع الكوائم عندنا هي الان اردارد لست. تعالوا نكتب الاول الهيدنج بسيط نكتب فيه ان اردارد لست. القوائم اللي هي الغير مرتبة. ان اردارد من اسمها غير مرتبة. اه الان اردارد لست تعمل بالشكل ده. يو ال سلاش يو ال. افتح القائمة. جوه القائمة دي فيه ايتم. اللي هي اللي. لست ايتم. بالشكل ده. طبعا اليو ال تدر تشيل عدد اللي انهائي من اللي. هنيجي هنا هنكتب مسلاً اتش مل سي اس اس مسلاً آآ جايفا سكريبت. بعدين نعمل واحدة رابعة نسميها مسلاً جي كوي لي. مسلاً على سبيل المسال. وبعدين تعالوا نشوف شكل اللي هي بتطلع بالشكل ده زي ما انشايفين. طبعاً آآ التحكم فيها تقدر بسي اس اس تتحكم فيها في كرسي سي اس اس شرحت كل حاجة عن الليست تقدر تشوف التحكم فيها بيكون ازاي. لكن طبعاً عايزين نعرف آآ هي بتتعامل ازاي والانواع الخاصة بيها والكلام ده كله. طيب زي ما انشايفين البوليتس دي تقدر برضو بسي اس اس تغيرها وتعملها شكل تاني مختلف تقدر اصلاً تشيلها خالص وتقدر تعمل كل الكلام ده. طيب عرفنا آآ دي اول نوع من انواع زي ما انشايفين ما بيحطش اركام بيحط بوليتس بس كده ترتبهم يعني تحت بعض لكن مش مرتبين. طيب افترضنا ان جي حد عايز يعمل مرتبة. هنيجي زي ما احنا هنا اتش دو تاني بس هعمل اوردرد لست. نفس اللي هعمله فوق هعمله هنا لكن بدل يو ال هكتب او ال. او ال يعني اوردرد لست. لستة مرتبة. جوه الاو ال برضو بس تعمل لي. نفس الموضوع. اللي اللي هي اللي ايتم. الايتم اللي جوه اللي ست. طيب جوه الاو ال مسلا هافترض آآ ان الشخص عايز تتعلم لغة معينة. هنحط له حاجات بالترتيب. تقول له الترتيب الصحيح مسلا كزا. اول حاجة هقول له مسلا. رقم اتنين. هقول له مسلا. رقم تلاتة. هقول له مسلا. بعدين رقم اربعة. هقول له مسلا لغة برمجة. وهكزا. تعالوا نشوف ايه الفرق بينها وبين التانية. زي ما انتم شايفين بتبدأ باركام. يعني بتتركم مرتبة. يعني واحد اتنين تلاتة اربعة. طيب. الاو ال في ال ان شاء الله هعمل كورس فيها حاجات جميلة جدا جدا تقدر تعمل فيها التحكم كامل. آآ اه هديكم فكرة بسيطة عنها لكن هي يعني ما فيش دعي ان انت تاخد فيها جدا دلوقتي الا ما تحترف ال الاصدار الرابع الاول. آآ فيه في الاو ال ان انا هحدد له يعني النوع الاو ال اقدر اقول له بدل ما هو يعني اركام ممكن اعمل حرف الايه كده. نشوف. ايه بي. سي دي. ما بقاش اركام زي الاول. يعني الاول كتب اقول له واحد. مسلا هكتب واحد كده. شايفين? واحد اتنين تلاتة اربعة. ممكن اقول له ايه. يعملهم لي ايه بي سي. بالشكل ده. ممكن اقول له اي. يعملهم لي بالنزام الحروف اللي هي الاي. اي تو اللي هي الحروف الرومانية دي. بالشكل ده. المهم ان هي مرتبة. ده الفرق بينها. وبين ان انا استعمل اه يعني استعمل فيها تحت بعض كده بدون ترتيب. زي دي كده. دي بدون ترتيب. طيب. دلوقتي عرفنا ان انا اعمل الطيب. طيب عندي برضو حاجة اسمها اه يعني ابدأ انا مسلا من رقم معين. انا عايز ابدأ من رقم خمسين. مش عايز ابدأ مسلا من واحد. شايفين? خمسين واحد وخمسين اتنين وخمسين وهكذا. لحد الاخر. يعني براحتك تقدر ان انت اه تبدأ من اركام معينة. الحاجات دي يا جماعة كلها في الاتش تي ام ايل فايف. وهشرح برضو بالتفصيل الممل في كورس الاتش تي ام ايل فايف. بس هنا بديكم فكرة عن الليست قد ايه جميلة وفيها شغل حلو جدا. برضو عندنا حاجة اسمها بالشكل ده. الريفيرسد بيبدأ لك من الاخر للاول. مش من واحد اتنين تلاتة اربعة شايفين? اربعة تلاتة اتنين واحد. حاجات جميلة جدا. ان شاء الله لما تتعلموا الاتش تي ام ايل فايف فتعجبكو جدا. طيب. عرفنا اليو ال وعرفنا الاو ال. وعرفنا الفرق بينهم اليو ال لستة غير مرتبة الاو ال زي ما شايفين لستة مرتبة. طيب. هل اقدر احط يو ال جواها يو ال جواها يو ال? اه اقدر. اقدر احط يو ال جواها او ال. اقدر احط او ال جواها يو ال. والعكس عادي جدا. طيب. يعني يعني ايه الكلام ده? ممكن امسح الجي كوييري دي. عشان الموضوع يبقى واضح. ونيجي هنا. اللي ستة دي اللي انا فيها الجواس كريبت دي الجواس كريبت بيتفرع منها مكتبات كتير. ده طبعا اه معلومات خاصة بالويب مش بالكورس بتاعنا. عشان المثال يكون صحيح. هاجي انزل هنا كده تحت وهقول له هنا. يو ال سلاش يو ال. جوا اللي ستة التالتة. لحظوا معايا. جوا اللي ستة التالتة. هعمل اللي ستة تانية فرعية. جواها. طيب. الجي كوييري الجواس كريبت تلع منها الجي كوييري. مسلا. تلع منها مكتبات زي اللي هي مسلا. عندي حاجة زي اه الدوجو مسلا. كل دي مكتبات تلات منها. تعالوا نشوف الشكل هيكون عامل ازاي. زي من شايفين الجواس كريبت اهي. وطالع منها تلات حاجات تانية. وكل واحدة من دول اقدر اطلع منها يقل تانية. وهكزا. برضو هتديكم مثال. لحظوا معايا بتتعمل ازاي. الليست اهي. فاضية. تمام? عشان بس انت بقى الصعب على حد. هنزلها تحت كده بالشكل ده. وهسيب الكلمة اللي جوا زي ما هي. وبعدين احط تحت الكلمة اللي هي فيها آآ يعني لحظوا معايا جواها. اهي. مش بعيد عنها. اول اللي اهو. واخر اللي اهو. والجوا. والكلمة برضو الخاصة باللي موجودة. اللي هي العنوان الخاص باللي. اللي هو ده. طيب. تعالوا نعمل واحدة تانية. جوا الجيك ويهي مسلا. هنزل اللي اهي. صح? تمام? بعدين جوا اللي. اهو. هعمل وتحتها سلاش يو ال. وجوا هحط لي تانية واكتب. مسلا مش مهم ان حد يركز في الكلام ده. اللي هو الكلام المكتوب ده. هم حاجة ازاي تعملها? آآ مسلا. الشكل ده. وهكزا. بعدين تعالوا نشوف الشكل. اهو. آآ تلع منها جيك ويلي ومو تولز دوجو. الجيك ويلي تلع منها وهكزا. تقدر تعمل عدد لا نهائي من اليو ال جوه بعدها. وبردو اقدر بدل اليو ال اعمل او ال. يمكن انا عايز الحاجة تكون مرتبة. بالشكل ده. اهو. واحد اتنين برضو. واقدر جوه اليو ال الاو ال. اعمل اليو ال. مسلا. اهو. هنزل تحت شوية زي ما اتفقنا. اهو. بعدين هعمل اليو ال. عايز انا الليستة ما تكونش مرتبة. وجواها هكتب اتش تي ام ايل فور. مسلا. اهي. بعدين لي. اتش تي ام ايل فايف. مسلا اهي. وبعدين تعالوا نشوف. اهو. جوه في اتش تي ام ايل فور واتش تي ام ايل فايف. يعني اقدر ان انا كل احط الليستة تانية جواها. يعني بعدد لا محدود من الليست ايتم. واقدر كل نوع احط يعني قدامه اه جواه النوع التاني بدون ادنى مشاكل وما فيش اي شي هيواجهني مدام بكتبهم بالطريقة الصحيحة. اللحظوا معي اني لازم اكتب دي عشان الشكل يكون مزبوط. تشوفوا كده لو انا عملتها كده. شايفين عاملة ازاي? مش واضحة. كل حاجة بازل. لازم اكتب عنوان اللي عشان اللي ما تكونش فاضية. اهي. دي عنوان اللي وجوها اللي الفرعية. بالشكل ده. طيب. عارفنا اليو ال وال او ال فضلين النوع واحد في ناس كتير متستخدموش. ويمكن في ناس كتير متعرفوش. بس هو برضو مهم. اللي هو الديسكريبشن لست. الديسكريبشن لست بيتعامل دي ال سلاش دي ال. ده اسمه ديسكريبشن لست. او ديفينشن لست. الاتنين معناهم واحد. طيب. جوة الدي ال بنحط حاجة اسمها دي تي. دي تي هنا هي الحاجة اللي هي عنوان اللي هي عنوان اللي انا هحط فيها بيانات معينة مسلا. طيب. هنشوف الكلام ده دلوقتي بتعمل ازاي? طيب. اه اه اول واحدة دي تي اللي هي او يعني اللي هو نوع الحاجة اللي انت هتبدأ توصفها. طيب. ايه الحاجة اللي انا مسلا هبدأ اوصفها. اه ولتكن مسلا اه اتش تي اميل. هتكلم عن لغة الاتش تي اميل. خلي الدي تي دي في سطر واحد. بالشكل ده مسلا. كده. جوة تحت الدي تي سلاش دي تي هعمل بقى ابدأ اللي هو اه اللي هو الديسكريبشن. الديفينشن ديسكريبشن. اللي هو الخاص بالليست دي. دي لست. اسمها اتش تي اميل. هحط فيها شوية صفات انا دلوقتي. طيب تعالوا اهو دي دي سلاش دي دي. بعدين دي دي سلاش دي دي. هحط لها دلوقتي تلات صفات. وبعدين هعمل واحدة غيرها خالص. اسمه مسلا وتحته دي دي سلاش دي دي. برضو دي دي اهو سلاش دي دي. هحط له تلات حاجات انا. طيب. جوة هكتب مسلا طبعا اي كلام مش شرط يكون صح مسلا اه اي كلام بس معبل عنها مسلا اي كلام يعني معبل عنها واشوف زي ما شايفين ودي اللي هي بتاعها اللي هو ده اللي هو الوصف الاسم الحاجة اللي انت هتبدأ توصفها. اللي هو اللي هو الوصف بتاعها. يعني دي الحاجة اللي انا عايز اوصفها وده الوصف بتاعها او الخواص بتاعتها. المميزات بتاعتها. يعني مسلا انا قلت الحاجة دي مميزاتها واحد اتنين تلاتة. مميزاتها مسلا وايه تاني? مسلا اه مميزاتها مسلا اي كلام طبعا مش لازم يكون صحيح. ايه مميزاتها تاني? يعني كزا 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 اهو. يبقى الحاجة اللي انا عايز اوصفها والمميزات بتاعتها. دول يا جماعة التلات انواع اللي احنا ممكن نتعلمهم. هكتب هنا عشان يكونوا واضحين. وهكتب عليهم عندي تلات انواع عشان قبل ما اقفل الدرس ارجعهم. اللي هي الانواع بتاعتها هي تقدر تحطوهم جوا بعض. واحط جواها عادي. بتحط لك لستة اه مسلا مميزات او حاجات بدون ارقام. غير مرقمة. غير مرتبة وغير مرقمة. اه نفس اللي فاتت لكن مرقمة. واحد اتنين تلاتة اربعة. وعرفنا ان في اللغة هنعرف نعمل ميزات جميلة جدا. نعكس التركيم نرقمها بالا بي سي بدل وان تو وهكزا. واخر حاجة عندي. ملهاش زي كده. ملهاش تركيم بالشكل ده. الميزة وتحتها اللي هي الصفات الخاصة بالميزة. اتمنى ان شاء الله الدرس يكون بسيط عليكم. وبازن الله ما يكونش في حاجة صعبة في الفهم. واي شيء يقف معاكم تقدر تسألوني ان شاء الله. واشوفكم في درس جديد. وشكرا.